كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من العاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك خلال حضوره احتفالية مرور 75 عاما على تأسيس الجهاز وخلال الاحتفالية قال المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه أداة لتنفيذ سياسات الدولة في مواجهة الفساد من جانبه قال رئيس ديوان المحاسبة الإماراتية دكتور حارب العميمي خلال كلمته في الاحتفال قال إن العمل الرقابي يجب أن يرتكز على الأسس العلمية والمهنية نظرا لأهمية ما يقدمه من توصيات